اهلا بحضراتكم مرة تانية بنستكمل الديفينيشنز الخاصة بالساينتيفك بيزنس سيرش كنا اتناقشنا في كلمة سيستيماتيك وديتابيزد وانالايزنج وسينتيسايزنج دلوقتي هنبتدي نتناقش شوية في كلمة أورجنيزد ايه المقصوب بكلمة أورجنيزد بس تعالوا تاني نفتكر جزء شبه اللي شرحناها الحلقة اللي فاتت في الديفينيشنز وهنا بنتكلم تاني على ربط كلمة أنالايزنج سينتسايزنج بي الساينتيفك ريسيرش مثل او يعني أبروتش اللي اسمها ديداكتف اللي بتنتج أبلايي ديسيرش وكأنين هنا بنتكلم تاني على البلود بكتشر اناليسز وببتدي بنديفاين نديفاين يا ترى نقطة الدم دي او الموضوع ده او البلود بكتشر اللي عايزينها دي لأنهي شخص لأنهي موضوع فبنبدأ بالنسبة لـ Problem Definition اللي بحدد فيها الميجر والمينار وتاني هنتناقش في التفاصيل دي لاحقا وبعدين نبتدي نقرأ Literature يا ترى الليتراتشور أو الساينس اللي هو بيشمل على أو بيحتوي على موديلز وميثودز وثيريز وفاريبلز وكونسبتز مختلفة إزاي يقدر يساعدني ويدعمني أن أحل المشكلة دي أو أرد على السؤال ده الليتراتشور أنا بتديني ستاندرد للنقطة الدم دي اللي هي المثال اللي احنا ماشيين بيه عشان نديفاين البروبم فبتقول المكونات عبارة عن كبريكداون عبارة عن R و G و Y و W فور اجزامبل يعني و H مثلا يعني طيب الـ Concept والModel والثيري هيقدموا لي أسماء المكونات علاقتها ببعضها وهيقدموا أوزان أو كميات اللي بنسميها الـ Weight أو الـ Direction الـ Weight and Direction الحقيقة والـ Significance بتاع كل component من الـ Components بتاع الدم دي طيب لما نجمع ديتر حقيقية بقى عن الحالة بتاعتنا باستخدام Research Design معين يبقى هنروح نعمل Research Design مرتبط بالـ Science ده Research Design ده تاني هو يحتوي على تقريبا نصف أي كتاب بيتكلم على Scientific Research حيقول فيه تفاصيل كتيرة قوي حندرسها بالتفصيل إن شاء الله مع بعض Research Design هيوجه الـ Researcher إزاي يجمع ديتر فجمع ديتر ليه باللون الأزرق ده؟ الـ Data اللي تجمعت دي بتقول انه الواقع اللي قدامنا ده الـ Problem اللي جمعنا عنها ديتر تقريبا R والـ G وكمياتهم مناسبة جدا للـ Standard اللي انت اخترته كـ Researcher من الساينز إلا إنه Y و W كمثال على مكونات لنقطة الدم لا فيهم اختلاف فيهم نقص شوي نعمل إيه؟ نعمل Synthesizing نجمع كـ Researcher عشان التجميعة دي تقول لنا إيه السولوشن الأخير أهو ده السولوشن اللي ممكن يكون شكله بسيط بدائي أو شكله زي ما بنسميه أحيانا Linear خطي عادي بسيط إنه اللي حاصل هنا ده نستكمله العجز ده minus 10 minus 20 أو يقول لا أنت تاخد أجهزة زي بالظبط كده ما نقول إن في علاقة أو ما فيش علاقة للـ Hypothetical Statements أو نقول نصيحة تانية خالص مرتبطة بالـ Hypothetical Statements والـ Results والـ Conclusion ده كمان مرتبط بالـ Literature هنا هنرجع تاني نقارن الـ Conclusions دي بالـ Literature وهنقول ده بشكل تفصيلي وإحنا بنتكلم على الـ Analysis والـ Conclusion كده حققنا الخطوات الـ 6 الخاصة بالـ Deductive Problem Definition, Literature Review, Research Design, Data Collection, Analysis and Conclusion باستخدام المثال أو تطبيقا على المثال البسيط بتاع تحليل صورة الدم وكتابة النتيجة ولذلك أغلبنا يعني ممكن يبص على التقرير اللي طالع بتاع الـ Blood Picture وارتباطه معنا بالـ Concept of Organized يعني Organized دي يعني يبقى منظم إيه؟ ما احنا بقينا Systematic Input وOutput وProcessing وFeedback وEncoding وDecoding وManagement فيين بقى Organized هنا؟ Organized يا جماعة هنا مقصوب بيها ارتباطا بمجال الـ Business إن حضرتك ترجع تفتكر يعني يه؟ Organization وتفرق ما بين كلمة Organization وOrganized وOrganizational Structure أنا اللي هورهولكو هنا دلوقتي يعني يه؟ Organization أدي الـ Organization مفروض لكون درسناها في كتب الـ Management أو درسناها في أي تخصص مرتبط بـ Science of Business والـ Management أدي بالنسبة لنا هي المكونات كلها لو عرضتها بالراحة شوية خطوة خطوة بقينا دلوقتي بنتكلم على إن الـ Organization دي هي Legal for ما بقيتش الـ Organization معناها أني منظم أو أنت منظم أو أنت منظمة مش بمعنى منظمة خطوات وإجراءات لا بمعنى خطوات محددة وتعريف معي إيه التعريف المعين ده؟ Organization يعني الـ Legal for يعني الكيان القانوني الكيان القانوني ده ممكن ينتج عنه أشكال إيه؟ أو عندنا عدة أشكال طبعا بنقول دايما كلمة Legal form أو entity يعني كيان اعتباري يعني إيه كيان اعتباري؟ يعني كل واحد فينا بنسميه شخص طبيعي لما الشخص فينا يقوم بعمل نشاط تجاري أو نشاط يهدف للربح أو لا يهدف للربح بالأدق يعني يمارس نشاط فيه سلعة فيه خدمة بيقدمها للجمهور ده بنسميه كيان اعتباري وفي أي بلد لها قوانين تنظم وتدير وتتابع وتحاسب حركة وحقوق وملكية وواجبات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين اللي هي الـ Entity حتى أحيانا بنتحك ونقول لأ الأشخاص الغير طبيعيين يعني إيه غير طبيعيين يعني entity entity يعني إيه كيان اعتباري إيه الكيانات الاعتبارية؟ والله حاجة من اثنين يا بروفت يعني بروفت طب يعني إيه كلمة بروفت ندقق بقى مع بعض بروفت يعني ربح أيوة ترجمة بس عايزين نعرف يعني إيه بروفت تيكنيكل بروفت معناه أنه عندي revenue بخصم منه تكاليف cost على مختلف المستويات سواء الـ Gross أو كذا راته مطلع لي Net النت ده لو طلع positive surplus بنسميه بروفت لو طلع negative بنسميه losses خسارة فالبروفت هنا بمعنى المحاسبي صحيح والبروفت هنا بمعنى المحاسبي بس في إضافة كمان للمعنى ده إيه هي؟ إنه ليس فقط المعنى المحاسبي ده البروفت ده ممكن يكون مرتبط بإنه أنا أستهدف تحقيق ربح ولا لا أستهدف تحقيق ربح ومل هتعمل إيه؟ آه هيجيلي revenue واصرفه فيما يخص الهدف اللي أنا أنشئت من أجله وحققته وطلعت zero أو يمكن كمان طلعت negative وأبحث عن توميك طب أشكال البروفت إيه؟ الأشكال البسيطة خالص اللي موجودة أنا هنا بتكلم على أغلب البلاد مش بس مصر أو أي بلد عربي لا أنا كمان بتكلم على كل البلاد تقريبا يا أشخاص يتشاركوا مع بعض في النشاط ده وتحقيق الربح يا أموال يعني فلوس يبقى اللي بشارك بعض هنا مين؟ أشخاص أشكالها البسيطة خالص إيه؟ يا فرد الوحده يا إما اتنين مع بعض طب إيه اللي خليني كفرد الوحد يعمل شركة؟ وغالبا بنسميها sole proprietorship أو شركة فردية إن أنا باخد الربح الوحدي أه بس بالتبعية هتتحمل الخسارة لوحدك طب لو خدت الربح الوحدي إيه المشكلة؟ لأنه بنقولك والله لو جيت بعد كده في خسارة هتتحملها من فلوس الشركة ولو فلوس الشركة النقدية السائلة لا تكفي حنبيع ممتلكات الشركة لو لا تكفي هناخد ممتلكاتك الشخصية ممتلكات الدرجة الأولة اللي هي الزوجة أو الزوج والأولاد وما شابه وكمان يمكن نمتد للديرة دي بإنه لو ملقناش فلوس نقول خلاص أنت كده مسؤول فردا فخلاص تعال بقى تتحبس لغاية ما ناخد الفلوس بتاعة الديون أو الديانة أو اللي هو على الشركة طيب تخاف من ده تقول لا ييجي حد يشاركني فهنا هنبقى اتنين أو تلاتة أو أكتر بنتضامن مع بعض يعني هنا تضامن يعني partnership أنا بقول تاني الأسماء والأشكال البسيطة أي ولي الموجودة في أغلى البلاد يعني ايه partnership يعني اتنين بقوا يتشاركوا الربح ويتشاركوا الخسارة بنسبهم طيب إحنا مش عايزين خايفين من الخسارة دي ومشاكلها نقول خلاص أنت بقى مش هتشاركوا كأشخاص هنشارك بعض بالفلوس فهنا اللي بيتشارك هي الفلوس وعندنا شكلين كبار ذات مسؤولية محدودة أو بيسموها limited liability company أو LTD أو GMBH الحقيقة حسب أنت بتتكلم بأنهي دولة بأنهي لغة بأنهي قوانين إنما دي الأسماء المعتادة LC و LTD و GMBH حسب هي ناطقة بالإنجليزية تبع البلاد البريطانية والتاج البريطاني ولا القوانين البريطانية أو GMBH تبع الناطقين بالألماني والهولندي وما شبه من اللغات لو المسؤولية المحدودة مش كافية لأنها بتبقى محدودة أو يبرع سمال قليل وبتبقى محدودة بعمليات وتشغيل وتفرض على اللي بيدروها أن يكتبوا ده يبقى حنضطر نروح لشركة اللي هي الأموال الكوربريط لها شركة مساهمة أنا هنا باخد فلوس والمسؤولية هنا في الفلوس في الاتنين بس دي مسؤوليتها محدودة بحجم رأس مال قليل شوية هنا مسؤوليتها أكبر شوية ودي اللي بنسميهم أحياناً كانهم شركة توظيف أموال زي البنك البنك شركة مساهمة بيقول أنا باخد منك فلوس وبردلك فلوس بالمكسب على أنشطة متعددة فبقت شركات الأموال حدودها هي حدود الفلوس طيب إحنا بقى مش عايزين لا نكسب لوحدنا ولا نخسر لوحدنا ولا نكسب ونكسب الناس معانا أو غيره لا إحنا عايزين نعمل خير عايزين نعمل حاجة كويسة فعندنا في الان بروفيت نوعين جوفرنمنتل أو نان جوفرنمنتل أو المؤسسات أو المنظمات الغير هادفة للرحي إيه الفرق؟ والله دي الحكومة بتأسسها لتنمية نشاط معين نشاط صناعي نشاط تجاري هيئة تنمية كذا هيئة تنشيط كذا هيئة وهكذا طيب لا هنا بقى الأشخاص لوحدهم أشخاص يمرسوا طيب ممكن دي تتقسم في شكل إيه؟ التقسيمين الكبار وتاني أنا بتكلم على أغلب والمصطلحات العامة شوية association اللي هي جمعية نوعاً ما foundation اللي هي برضو بنسميها إحياناً جمعية أو مؤسسة ودي بيبقى دورها أو المنوط بأعمال أكبر شوية المثال اللي عندنا هنا بيقول أنه مثلاً تقدر تقول إن إحنا جمعية أو تقول إن إحنا مؤسسة أو تأسسها كإنك مؤسسة طيب إيه الفرق؟ يعني إيه الفرق هنا؟ غالباً الجمعية باشتراكات وخدماتها قصيرة على المشتركين foundation هي مؤسسة يؤسسها عدد من مجلس الأمناء أو عدد من الأشخاص يستأمنوا نفسهم وتستأمنهم القوانين والدولة دي على إدارة المؤسسة ويتلقوا تبرعات يحصل بقى أنواع بينية أو القانون يدي بعض المساحات خلط مابيل لتنين أو غيره حتى تفاوت من دولة للتانية بس ده التشكيل العام لكلمة أو الأنواع العامة لتعريف كلمة organization كlegal entity أو كlegal for طيب بنقول ده ليه؟ آه لإنك لما هتروح تجيب science من literature هيفرق معنا لشركات profit ولا non profit organizations يعني profit ولا non profit آه الprofit دي أشخاص وأفراد ولا أشخاص تضامن إيه ده؟ وفي science مختلف لكل واحد من دول ayo yes ده في science مختلف لكل واحدة من دول يمكن لأنواع بلاد لأنواع أنشطة لأنواع صناعات لو تفتكروا بقى الست مكونات اللي كنا حطناهم في التايتل هنحتاجهم هن هنحتاج أن إحنا لما نروح literature نحدد أنا شغال على شركة أموال ذات مرسولية محدودة ولا على non profit NGO association زي مثلا جمعية كذا أو نقابة كذا آه يبقى أنا هنا ساعتها محتاج أحدد كويس قوي في الproblem definition وحتى لو قدرت في التايتل لأن ده هنعكس على اختياري وقراءتي للتريتشر اللي مفروض تبقى prevailing وvery focused وdirectly relevant للproblem اللي أنا بتكلم عنه وبالتالي هنا بقنا قدام تحقيق شوية لـ definition ده فرق ما بين organized اللي هي غير organization واللي هي غير كلمة organizational structure اللي تناولنا من الجزء ده بس إيه organization الحلقة دي كده هتخلص ودي تعتبر وكأنها الحلقة التانية في شرح الـ definitions هتيجي حلقة تالية وراها على طول بتتكلم على الفرق ما بين كلمة organized organization واش عايزين ننسى بقى business يعني ايه و management يعني ايه الله ده احنا بنعمل master in business او master in business administration طب ايه الفرق ما بين business و administration و management و organizing و organized و organizational structure ان شاء الله الحلقة اللي جاية هنتناول ده ويبقى خلصنا بالحلقة القادمة التعريف الخاص بالـ scientific business research شكرا جزيلا مع السلامة